اشتركوا في القناة 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 عقلي وروحي وآلبي سوا ولا قلب عالين وملوش دواء ده طبعا كان كلماته تستاذ عبو أب محمد الراحل يعني طبعا من أو ده من يعني ده كان مكسب بالنسبة لأنه أنا اشتغل مع أستاذ عبو أب محمد عملت مع شعراء كبار طبعا اشتغلت مع أستاذ صلاح فايز برضو رحمه الله وناس حتى يعني وحي يسمه إمام الصفطاء وده من قدام الشعراء اشتغلت مع حاجة خاصة في الإزاعي إمام الصفطاء تأكد أن كان ليه حاجات كتير آه طبعا لكن أصد يعني الناس الأدام جدا رحمه الله الله يرحمه حياتك برضو هدى بقى كان ليك آه طبعا اشتغلت مع عمر دياب عملت له ما تفكرنيش في شريط ويلوموني وعملت له ناري نار في شريط عودوني وطبعا فؤادها ودعك ومنير ربك لما يريد يعني وشان بقى كتير بقى يجي 24 أونية حياتك ما صمات وعملت له جميل لو صاف في شريط كواحل وكل حاجة فيك في شريط صديق يعني يعني حميد ده من الناس العزاز جدا على قلبي اللي وقف جنب ناس كتير جدا وقف جنبي زي ما وقف جنب ناس كتير جدا وبعتزي بيه وبعتزي ده أنه هو إنسان على خلق زي الشام عباس كده بزرع حاجة أكتر موزعين تحملت معها كل الناس كل الناس بالأخص حميد وطاري مذكور طبعا ومحمد مصطفى وحمد عادل وعمر عبازيز كل واحد ليه رحيخ واشف عبده طبعا انشغلت معا كتير يا سلام أه طبعا ساس حسن كل واحد ليه رحيخ يعني ليه بصماته هو ليه زوء هو مش بصمة هو زوء في الاختيار الأصوات وزوء في التعامل مع الأونية نفسها بيتعامل مع الأونية إزاي وكله ليه طعم حتى جمان من الزوء ده بيؤدي إلى طعمه معين في شكل المذيك يعني باسمها مذيكة حميد تحس أن هي مذيكة حميد لها ريتم واحدة اللي هو طعم جميل جدا تري ما تقول كلا نفس القصة كل واحدة معاك الفنان الجميل اللي انت عملت له معظم أغاني كتير وحشنا صوته يابرهيم عبدالقادر يا حبيبي أحلى بور سعيدي إزايك يا أبو علي إزايك يا أبو علي إزايك يا أسرار يعني انت جايبة قامة كبيرة جدا الله يخليك يا أبراهيم انت وحشني كتير أنا جايلك بور سعيد قريب إن شاء الله هنأكل سمك تحضر السمك تنورني يا حبيبي تنورني يا حبيبي والله يتنورني يا حبيبي الله يخليك يعني أنا عايز أقول بس إن حسن دنيا ما خدش حقه يا بشا الحمد لله على كل شيء وبجد حسن دنيا ما بيقدمش نفسه أو ما بيتكلمش عن نفسه إنما أعماله اللي هيخش في التاريخ الفني في جيلنا هيلاقي أعمال زي ما ذكر أستاذنا أعمال لكم من الجناء في مصر الله يخليك يعني وبعدين التواضع بقى والإنسان ده ده حاجة ثانية ما أجمله إن يكون في فنان جميل وراقي حبيبي يا إبراهيم والله إنت متصورش من ناس اللي بعزهم جدا جدا وبحبهم حب السنين ربنا يا عزك ربنا عشت عمر إنت يا عبقى والله إنت فاكن طبعا يا إبراهيم الأعمال الجميل اللي عملها لك الموسيقار الكبير بتاعنا يعني إحنا مثلا في حاجات بحبها جدا أنا عملها لهم إن لو عالغنا ما خلص ما خلص خلصت على وصفك خلصت على وصفك لكن ولا يعني أقول كده ده يلا غني غنيين لو عالغنا ما خلص خلصت على وصفك لكن ولا كفت واحترت أنا في وصفك لا كلام كفاني ولا عدت قلتاني لا كلام كفاني ولا عدت قلتاني ما لقيتش إيه زيك لا ده عبقى أقول في حسنك ما خلص الله 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 طبعا حسن دنيا عبقري الله يخليك والله العظيم ما بقوله عشان أنا قدام شاشة لا يعني التاريخ هيجي في لحظة صحيح هيقول مين حسن دنيا طبعا حسن دنيا كان بيعمل فن صحيح من غير ما يبص أنا عملت إيه وانا سويت إيه ولا عملت مين ولا خالص حسن دنيا إنسان فوق العادة وفنان راقي جدا الله يخليك يا ربي يخليك تعرف كيف هي التواضع يعني كله طبعنا حساباتنا كان بس أغسيلك في المديئات أولا أه عمره عمره ما ذكر رقب حقيقي حقيقي لأنه هو إنسان فنان قبل ما ايه دا ايه دا في حاجة جلنا كله كان كده كان مختارة بالضبط كده بالضبط جلنا يعني كان حميد يعمل شريط كلنا وإياه بالضبط أي والله كده مع أنه كان في شركة تانية مثلا كلنا وإياه الروح دي راحت فين؟ الروح الجميلة دي نفسها ترجع تاني الروح الجميلة دي والحفيف نت هو اللي فرقنا يخسارة يخسارة بصي أنا عايزة أقول حاجة إحنا برضو غلطنا في حقنا في سنة سيبنا الساحل لا السنين آآ آآ حلو غلطنا في حقنا في سنة بعدين عندنا القومات التوزيع والكلمات وكل حاجة كان ممكن نعمل شركة مساهمة ونواجه الفساد والتدني اللي موجود صحيح إنما كل واحد نشغل في حياته إن شاء الله دا هيحصل بإذن الله إبراهيم بإذن الله إن شاء الله نفسي نفسي يعني إن شاء الله دا واجب علينا على فكرة حتى يبقى فيه واجه آخر للعملة إن شاء الله والشباب والجيل اللي طالع أكيد إن شاء الله هينحاز للصورة الحلوة والكلمة يلا إدينا على قديم بعض ومعانا الموسيقر الكبير حسن دونيا معانا إبراهيم عبدالقادري النجوم الكبيرة البرنامج تحت أمركم يلا نعمل حاجات كتير تفيد إن شاء الله بإذن الله ونرجع لفن الرابع وحش جدا إيه إنت أصرار حزاق وحش كل ما تعمل ويا معاد واللقاء يطلع لمليون حاجة إلى جانب إن أنا الوقت دي يعني مرشح عن مجلس النواب مبروك وخد دولة إن شاء الله ألف أبروك ألف أبروك بإذن الله وأنا كنت مع سيادة الرئيس وكنت مع الدولة لأن بص يا أبو علي أنا من رأيي أنا لو لم تستقيم الدولة لم تستقيم الفن طبعا مصبوط صحيح الله علي وظل معك يا رئيس في صنفات في رقابة في نقابة في النقابة ظهرها ما تقدرش إنها بتنشي ورام زي المباحث بالزبط ما تقدرش مصبوط أخذ بالك الدولة قامت بقى لا ده موضوع تاني يرجع الانتاج ويرجع وإنت بتغني يا ابني لا 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 تابع أيه تابع قناة إيه قناة خاصة أهلاً وسهلاً إنما لازم فغنيتك تخش لجنة بالزبط تسمع لأن القناة خاصة وتدفع للمدينة الإنتاج الأعلامي الإجار بتاع الشعر أو السنوي بتاع القناة والستوديو والهوة اللي إنت أخذه معنا إن إنت تفسد في جيل من الشباب والأجيال اللي طلعوا وتبوز مصروا كلها مصبوط مصبوط صح صح الكلام ده لازم حلو والله حلو الفكر لو ربكنا كرامني أنا هقوله في المجلس الله عليك وإزاي ما بنحارب الإرهاب برصاصة نحارب الفتح الفتح طبعاً صحيح لأن نحارب الحدود وهنام حدودنا وهنام كل حاجة ومصر ربنا حميها بإذن الله طب هذه جوة مصر هنحارب ولادنا وهنقتلهم طبعاً نحميهم من الأول أيها صحيح طبعاً صحيح يعني هلقاها مبارا ولا قاها من جوة ده غاز وجايلك حبيب يا بري يكون فيه بالانس يكون فيه توازن الله عليك الله عليك يا ثوري الله عليك يا ثوري براف عليك والله ده الكلام الحقيقي اللي هو لازم يكون بس جميل والله يعني عايزوا يعني فكره أو إبراهيم نحب جداً طبعاً طبعاً ربنا وفقه يا ربي بخايف جداً على شغل وخايف على يكون صورة إيجابية للمجتمع على الفن يعني ده أساسي وإحنا مشجعه طبعاً وإحنا معاك يا ريش أنا معاك طبعاً مرسي شكراً مرسي شكراً إبراهيم على المكالمة الدخلة المدخلة الجميلة دي صد حسنة حقيقة اشتغلت في مسلسلات كتير في أفلام كتير يعني حقيقة كريمة 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 وشفحات نسائية كان أول شغل مع عمر مع عل حجار واشتغلت الفوض يعمل إيه صلاة عبد الله وكتير وكتير مسلسلات لكن أفلام كانت كتيرة كاتكوت وش إجرام جعلت مجرماً بورتيل عين بورتيل عينها صحك وعود النادلة عود النادلة أيوة كتير اشتغلت مع طبعاً حارة مزنوقة وآخر فيلم آخر موسيقى دفع ربع بقوة أنا عامل المزيجة بتاعته والمسلسلات حياتك بردو كمان موسيقى تسورية موسيقى تسورية حالة غنيت حالة غنيت يعني حقيت كتير وحنة اشتغلت وحبعد أبريت طبعاً 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 يعني هو الأسف ما شافش النور قوي يعني ما بانش قوي لكن عملنا فيه موجود كان جبار بصراحة بيتكلم برضو عن الاحترام احترام المداري الصح تفاكر احنا تفاكر طبعاً ويكلم عن مصر آه أطمع أطفال عايزين يقوم صورة عايزين رئيس عايزين رئيس صحيحة 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 كان معنا مجموعة هيلة من الفنانين ومن نجوم وعلى رامي وعبد الرحمن وعبد الرحمن بصراحة أقولك حاجة يعني هي لأسف بساعات الوحب بيصور حاجات وصعب بنزل حاجات للأسف محدش بيعرف سوقها صحيح هي دلوقتي الشطارة انك تسوق شغلك انك تسوق شغلك مش آخر حاجة في المطرب هي الغنى صحيح بس ازاي انت تسوق شغلك الأول تمام سيد حسن ايه جديد ان شاء الله في أعمالك جديدة أنا ان شاء الله بإذن الله عمل حاجة قصيدة أنا وأحمد بخيت مع مجد الرومي وعامل وعامل حاجة برضو مع أنا وياسر عليم لمحمد منير وعامل ألبوم كامل لمطرب اسمه وليد رويسي ده في تونسي هو عاد في انجلترا ألبوم كامل وعامل الوليد علي عمل له غنتين وداخل ما حكيه إن شاء الله في حاجة بإذن الله يعني في تنوع وداخل فيلم قريب إن شاء الله بموسيقى تصورية بضعتها طبعا الكلام جميل مع حاجتك وده جميل إن حاجتك العطاء ترمى الإنسان موجود حاجتك إنسان أنا بحب الحكاية قبل ما تكون فنان بحب المزيكة مزيكة انت أساسي عندك بحبها طبعا وبعدين حاجتك المادة مش حاجتك الأساسية قدمت قدمت معامل راقي أنا حاجتما بشتغل مع أي واحد بقول له يا ابنة في مادة عندي يعني ما فيش حد شاف انتدتني كام صحيح لكن في الآخر يهمع العمل هنعمل إيه صحيح لكن الحد شاف انتدتني كام تصوري يعني ولاقي الكتير بس هم حاجة عندي العمل يطلع بشكل كويس طبعا ده أكيد حيثك نصيح منك للشباب بتواني الموسيقيين والفنانين يعني بعد قزمة كورونا والله طبعا أنا مشفق عليهم مشفق على الموسيقيين اللي هم كانوا شغالين وطبعا قاعدين لكن إن شاء الله بإذن الله هي فترة وهتعدي لأنه الموضوع مش على مصر بس على كل العالم الموسيقيين العالم كلهم قاعدوا فيه طبعا اخترع أونلاين وعمل حفلات أونلاين وحاول يبتكر حاجة لكن إن شاء الله بإذن الله دي فترة وتعدي وبقول لأي حد جديد لازم يذاكر لازم يثقف نفسه مش ثقافة برضي السمعية بس لا ده ثقافة يقرأ يتفرج بس يتفرج بودن تانية وعين تانية يسمع يسمع ويقول بالضبط جدا فسحوصا طبعا نتعرف إحنا معليش اللوقت عندنا شوية مغلوب كتير ده بالعكس ده بالعكس أنا سعيدة باللقاء مع حضرتك ده بالسعيد جدا 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 بذلك اللقاء معك يا أسرار أنك أختي وعيشة عمرك وفي بنا عمال جديدا تناسي بناديك اللوحة جميلة دي من الفنانات تشكوليات فضع فضوة عطية تديك حاجة حاجة مستيطة طبعا يسمي البرنامج عزيني سمعنا وإنت بقى بودعك كده يلا نقول ربك لما يريد يلا ربك لما يريد أحلمنا هتتحقق وكلامنا هتتسدى والغاية بحيات ربك لما يريد الصعب بيتهون والحزن بيتلون طول ملقت في القيد ربك لما يريد حلقيك بتقربلي تفتح حضنك قابلي ولا فيه بدن حدود ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد دربك لما يريد الله عليك سيد حسن سعيدة باللقاء معك حقيقي والوقت سمحني مزنوق بأن وقت كده يعني بسيطة أوي سمحني يعني كان نفسنا الوقت يتفرق تبه كده ان شاء الله هنتقبل تايم بالأعمال الجديدة كل ساعة وانت طيب شكرا للموسيقار الكبير حسن دوني على الوقت الجميل اللي احنا قضناه وقت قصير بس ممتع فعلا ونطلع فاصل وحنستقبل ثم عن فريق بلي بنيته وبس المدربة جميلة سوزان مونير ونشوف الابداع الجميل اللي عامينه في فريق البلي سمتع بينا وعزف العود محمود حسيني